صحيح أن كرة القدم تجمع الشعوب، بس أحياناً بتفرق الشعوب وبتعمل أزمة سياسية بين دول وهذا اللي صار بمباراة مصر والجزائر في ملعب أم درمان القصة بلشت بالقرعة اللي جمعت مصر والجزائر بمجموعة واحدة للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2010 مصر كانت عندها جيل تاريخي عمل كل شي بكرة القدم باستثناء التأهل لكأس العالم وبكفي نحكي أنه هالجيل ضم محمد أبو تريكا وعماد متعب واق الجمعة المجموعة كان فيها برضو زامبيا ورواندا مصر اتعادلت مع زامبيا بشكل مفاجئ على أرضها وبين جمهورها وبالمباراة الثانية اتعرضت لخسارة قاسية من الجزائر بنتيجة 3-1 نقطة وحيدة من أصل سبت نقاط خلت الشارع الرياضي المصري يفقد الأمل مرة تانية بتحقيق الحلم والوصول لنهايات كأس العالم لأول مرة من سنة 1990 بالمقابل الجزائر عندها أربع نقاط من تعادل سلبي مع زامبيا وفوزها على مصر التصفيات بعدها أخدت منحة تاني مصر حققت 3 انتصارات متتالية على زامبيا بالإياب وعلى رواندا بالذهب والإياب وهذا الإشي بنطبق برضو على الجزائر لتوصل المباراة الحاسمة بالتصفيات بين مصر والجزائر بالقاهرة مصر كانت متأثرة بفارق 3 نقاط وهدفين على الجزائر ولازم تفوز بنتيجة 2-0 حتى تتعادل معها على الأقل وهون بلشت القصة إعلام المنتخبين بدأ حرب بعيدة كل البعد عن كرة القدم تجييش بطريقة غير مهنية غياب لإحترام ثقافة الشعبين لحتى وصل الحال بأنه صار فيه إهانة لرموز سياسية وعسكرية بين الطرفين هذا التجييش انعكس على الواقع وبعد وصول بعثة المنتخب الجزائري للقاهرة اتعرضت حافلتهم للاعتداء من قبل الجماهير المصرية وانصاب أكتر من لاعب بهاي الحادثة وهالإشي طبعا زاد من الشحن السلبي بين المنتخبين طبعا المباراة كانت تاريخية بين المنتخبين والسيناريو اللي صار كان دراماتيكي مصر اتقدمت بأول ديئتين بهدف عمر زكي وباللحظات الأخيرة من المباراة سجل عماد متعب الهدف الثاني وسط فرحة هستيرية للمصريين وبعد هالمنتخبين اتعادلوا بكل شي بالنقاط والأهداف ليضطروا يلعبوا مباراة فاصلة وتم اختيار السودان لاحتضان المباراة وبالتحديد أمدرمان للأسف التجيش الإعلامي تواصل لأيام قبل المباراة وبشكل أكبر من المباراة الأولى ولتأمين المباراة تخضت السلطات الأمنية السودانية بوقتها إجراءات أمنية مشددة ونشرت 15 ألف شرطي كانوا على أهبة الاستعداد للتدخل قبل أو أثناء أو بعد المباراة وبالرغم من حسم الجزائر الفوز لصالحهم بهدف يحيى عنطر وتأهلهم المستحق رسمياً لكأس العالم 2010 إلا أنه كان في أحداث شغب وإصابات بين الجماهير ظل أثرها مستمر لسنوات بين البلدين وكله للأسف بسبب التجيش الإعلامي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر